لو سمحت انا لو دخلت تربية نوعية قسم تكنولوجيا وقدق وخدت كورسات هيبقى حلو وبعد كده ينفع الاشتغل في شركات ولا لأ الحقيقة انه انا عندي وجهة نظر بخصوص الكورسات والتفاصيل دي العمل في الشركات مش عن طريق ان حضرتك او حضرتك بتاخدي كورس او كورسين الشركات في الوقت الحالي بتركز على ثلاث حاجات الجزء التكنيكل لانك فاهم في الشغل اللي انت هتشغل فيه ولو مش فاهم حاولت ان استدريب صيفي تحاول حتى عندك الايجر توليرن او الرغبة في التعلم الجزء التاني هو الشخصية بتاعتك اا طريقتك في الكلام الاسلوب بساموكلة شرفت اا من كله بقى اا اسكيلز بتاعتك اا طريقتك في الكلام طريقتك في الليبس طريقتك في التعبير سلوكياتك الاتيتيود ماشي مع الاتيتيود بتاعت الشركة والثالث شيء وهو الجزء المرتبط اا بي الجزء التكنيكل الجزء البيهيفيرل او السلوكي والجزء بتاع في التلات حاجات دول هما اللي بيركزوا على هذا الموضوع فراح ده خريك تربية نوعية قسم تكنولوجيا مش الكورسات وحدها اللي هتخليك شاطر او انك تلتل في الشركة او لا البكتش كاملة زي ما احنا اتكلمنا فيها فاخوزها في الحسبان واتكلمنا كتير جدا على ازاي تبني مهراتك في التلات حاجات دول شوفوها على قناة لمزيد من الفيديوهات وربنا وفقكوا اكتبوا كل خير باسن الله شكرا